اشتركوا في القناة نشر الكثير من التفاصيل عن هذا اللواء اللواء الذي نتحدث عنه هو متمركز في الاساس في سوريا وهذا اللواء هو يعتبر النسخة السورية لحزب الله اللبناني وهو تم تأسيسه في عام 2016 ومن قام بتأسيسه هو فيلق القدس الايراني التابع للحرص الثوري الايراني وبإشراف مباشر من الجنرال الايراني الراحل قاسم سليماني المقاتلين الخاصين بهذا اللواء هم عبارة عن مجموعة من المقاتلين من الفصائل المسلحة العراقية والفصائل السورية وهؤلاء المقاتلين أساسا الذين يعملون تحت مظلة هذا اللواء هم يعتبرون من قوات نخبة في الفصائل المسلحة المقربة من ايران أهم مهام هذا اللواء الذي نتحدث عنه اليوم هو تنفيذ الأجندات العسكرية لإيران في الداخل السوري بالإضافة إلى إسناد وداعا نظام بشار الأسر ضد خصومه المحليين بالإضافة أيضا لاستهداف القوات الأمريكية الموجودة في سوريا والأهم من ذلك هو العمل في استهدافات مباشرة على العمق الإسرائيلي وسبق لإسرائيل أن اعترفت بأنها تعرضت لهجمات مباشرة من قبل هذا اللواء على العمق الإسرائيلي الذي لاحظته هنا إسرائيل بأن هناك مقاتلين تابعين لهذا اللواء متواجدين في جنوب لبنان بالقرب من الحدود الشمالية لإسرائيل وقاموا باستهداف هؤلاء المقاتلين وقتلوا ثلاثة عناصر منهم ووزارة الدفاع الإسرائيلية كانت قد نشرت اللحظات الأولى لهذا الاستهداف من قبل الطائرة كما تلاحظون الإسرائيلية تصوير الأول للحظات الأولى لاستهداف المقاتلين التابعين لهذا اللواء وكانت قد ظهرت السيارة طبعا بعد ذلك وهي مدمرة بالكامل كما نلاحظ من السقف قتل ثلاثة عناصر باللحظة التي استدفت بها هذه العربة والسيارة التي نراها هنا وكما نلاحظ ما حاولنا أن نحدد موقع هذه السيارة فهي مسألة مهمة لأن المنطقة مهمة للغاية ستلاحظ هذا هو الاستهداف لهذه السيارة تلاحظ هنا بأننا أمام جزرة على الطريق وأيضا تلاحظ بأن هذه العلامتين الواضحة بالنسبة لنا وسنلاحظ من صورة أوضح قد التقطت في النهار لهذا الموقع المستدف هذه نفس السيارة التي نراها نرى هنا نفس الجزرة التي تحدثنا عنها نفس هذا الطريق تلاحظ بأن هناك عامود طريق ملتف نوعا ما جبل ملتفع واضح البحر المتوسط وأشبه بالجزيرة الصغيرة الظاهرة على مياه البحر المتوسط هي التي ستمكننا طبعا من معرفة طبيعة هذا الموقع ونحدد هذا الأمر على القمر الصناعي الاستهداف جاء على طريق رأس الناقورة إذا ما اتجهنا إلى رأس الناقورة الآن بهذا الاتجاه باتجاه البحر المتوسط سنرى بأن رأس الناقورة هذه رأس الناقورة وبالتالي يجب أن نبحث بهذا الطريق بالاتجاه الذي نره باتجاه البحر المتوسط والنقطة التي تتطابق مع ما رأينا هي تأتي هنا بالاتجاه إلى الشمال قليلا الآن سنلاحظ بأننا تقريبا أمام نفس الصورة التي التقطت النهارية لهذه العربة أو هذه السيارة التي استهدفت للمقاتلين تابعين للواء الإمام الحسين وستلاحظ هذه نفس المنطقة العامود واضح هنا كما نرى الطريق الملتف نفسه طبعا والمرتفع البحر المتوسط والجزيرة الصغيرة التي تحدثنا عنها بكل تأكيد هي واضحة هنا بالتالي هذا يوضح بأن هذه السيارة كانت متجهة بهذا الشكل باتجاه رأس الناقورة في حقيقة الأمر وبأن كانت هناك طائرة على ما يبدو بأنها طائرة مسيرة لأنها ضربت فقط السيارة ولم تحدث دمارا كبيرا يوضح بأننا أمام طائرة مسيرة كانت تتبع هذه العربة أو هذه السيارة وتم استهدافها بهذا الشكل وبعد ذلك توقفت في هذه المنطقة بعد تحقيق الاستهداف بشكل مباشر الضربة ليست مهمة فقط كما تحدثنا بسبب طبيعة العناصر الذين استهدفوا وبسبب اللواء الذي يعملون به بشكل مباشر في الداخل السوري لا أبدا بل بسبب المنطقة التي استهدفت فهذه المنطقة كما تحدثنا هي تربط الناقورة أو رأس الناقورة بصور وهذه المنطقة تعتبر تحت السيطرة المباشرة من قبل قوات اليونفل أي أنها تعتبر منطقة آمنة بالأساس كل هذه المنطقة ينتقل فيها عناصر وجنود قوات اليونفل في طبيعة الحال وأن هناك مقر الرئيسيا والمقر الرئيسي في حقيقة الأمر لليونفل هو متواجد هنا في هذه النقطة بالقرب من رأس الناقورة وبالتالي منطقة آمنة توضح بأن هذه الضربة ليست عادية حتى بالنسبة للجانب الإسرائيلي أن يقوم باستهداف في هذه النقطة تحديدا وهذا يفسر الكثير من الأمور أولى هذه الأمور بأن هذه الفصائل المسلحة المقربة من إيران تستغل هذه الطرق كونها طرق آمنة وتتحرك بها كل غطاء بالنسبة لها أيضا هذا يوضح طبيعة الجواسيس الإسرائيليين المتواجدين في هذه المنطقة وبأنهم يعرفون الكثير من الأمور حتى بمثل هذه الطرق بالإضافة إلى ذلك إلى أن هذه المنطقة الآمنة لم تعود آمنة بعد هذا الاستهداف وخاصة أن هذا الاستهداف يأتي بعد ساعات فقط من استهداف لمنطقة رامية هنا وفي هذه المنطقة قتل أربعة عناصر لحزب الله اللبناني وهذا يعني بأننا أمام السابعة عناصر قد قتلوا خلال أقل من ثمانية وأربعين ساعة مرة واحدة في ظل تقارير تتحدث بشكل واضح وتقييمات استخبارية أمريكية نشرت على السي أن أن وحتى استخبارية مهمة شرق أوسطية تحدثت بأن الجيش الإسرائيلي يعد لعملية اقتحام على العمق أو على جنوب لبنان لمواجهة حزب الله اللبناني وأن الفكرة الإسرائيلية من عملية التقدم الذي وجدت هذه المصادر بأنه سيتم خلال شهر رمضان القادم أو نهاية الربيع أو بداية الصيف القادم بأنهم يريدون أولا بعاد حزب الله اللبناني على مسافة عشر كيلومترات وذلك لأن المسائل الدبلوماسية لن تنجح القرار الدولي ألف وسبعمائة وواحد لم يصل إلى طريق بالتالي إسرائيل تريد تنفيذ هذه العملية تريد تأمين المساكن للمدنيين الإسرائيليين وعودتهم إلى الشمال الإسرائيلي وكذلك أن بنيامي نتنياهو سيكسب المزيد من العمر السياسي مع اندلاع هذه الحرب إن تمت طبعا بهذه الطريقة وبهذا الإسلوب والولايات المتحدة الأمريكية هنا منتبهة تماما لما يجري وبدأت تتحرك بسرعة دبلوماسيا لحل ما يجري هنا وأحد أهم الشخصيات الآن التي هي ستكون متوجهة إلى لبنان هو أموس هاكستين أحد أهم عناصر الإدارة الأمريكية الحالية هذا الرجل سيتجه إلى إسرائيل يوم غد وبعد ذلك سيتجه إلى لبنان وهذا يأتي مع أنباء مهمة بدأت تظهر في الأربعة وعشرين ساعة الماضية من مسؤولين أمريكيين على الأسوشيديد بريس أكدوا بأن إسرائيل وافقت على الهدنة من أجل تحقيقها في قطاع غزة لمدة ستة أسابيع وبأن الجميع ينتظر الفصائل الفلسطينية وتحديدا حركة حماس من الموافقة على هذه الهدنة إيقاف إطلاق النار تبادل الرهائن بكل تأكيد وبالتالي نوع من الهدوء في المنطقة وهذا ما تبحث الولايات المتحدة الأمريكية عن تحقيقه ما بين إسرائيل وما بين حزب الله بشكل عام هم يحاولون على أقل تقدير الوصول مع حقيقة هذه الهدنة التي أصبحت قريبة من التحقق على واقع الأرض أن يتوقف حزب الله من استهدافاته على إسرائيل أو بأفضل الحالات تطبيق القرار الدولي الذي نتحدث عنه ألا وهو ألف وسبعمائة وواحد وهذا قد يكون أمر طموح بالغاية ولكن بكل تأكيد سيجعل الأمور تبتعد عن أي حرب قادمة محتملة بين إسرائيل وبين حزب الله اللبناني وأهم من هذا الأمر أن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت برمي المساعدات على المواطنين في قطاع غزة وقد ظهرت اللقطات الأولى بهذا الشكل من قبل الولايات المتحدة طائرات الشحن الأمريكية ثلاث طائرات رمت ما يقارب تسعة وثلاثين ألف وجبة للمواطنين الفلسطينيين الموجودين في قطاع غزة كما تلاحظون بهذا الشكل هذه أيضا صورة أخرى لطبيعة هذه الدفعات ستكون هناك المزيد من الدفعات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وهذا الأمر هو جعل الأوساط الإسرائيلية نوعا ما أن ترى بأن هناك مشكلة بين إسرائيل وبين الولايات المتحدة الأمريكية وجدوا مثل هارت على سبيل المثال وجدت أن هذا يوضح بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن في إحباط من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هناك انزعاج أمريكي من طبيعة ما تقوم به إسرائيل في داخل قطاع غزة ويجب أن نفهم هنا بأن ليس هناك خلاف بين بايدن وبين بنيامين نتنياهو في مسألة القضاء على الفصائل الفلسطينية وحركة حماس ولكن بطبيعة التطبيق على الأرض كيف تطبق الأمور التوقيتات الهدنة التكتيكات الصواريخ المتبعة هو الأمر الذي يجعل الخلاف كبيرا بين بايدن وبين نتنياهو هناك انتقادات متصاعدة من قبل الرئيس الأمريكي جو بايدن تجاه بنيامين نتنياهو في هذه المسألة وهناك محاولة من فريق جو بايدن الانتخابي من أجل تحسين صورته فيما يجري في قطاع غزة لأن المسلمين والعرب من المواطنين الأمريكيين منزعجين تماما من جو بايدن بسبب ما يجري في قطاع غزة وهو يحاول كسبهم مرة أخرى من خلال الهدنة التي ستصادف تحقيق هذه الهدنة طبعا مع رمضان ومع عيد الفطر وبالتالي هذه ستكون مسألة مهمة بالنسبة لجو بايدن لتحسين صورته شيئا فشيئا وذلك لأن النيويورك تايمز على سبيل المثال كشفت بشكل واضح بأن بايدن يعاني وسيعاني في هذه الانتخابات في نوفمبر القادم أتحدث عن الانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن على سبيل المثال بحسب النيويورك تايمز كان في أكتوبر من عام 2020 مفضلا لشعب الأمريكي بنسبة 52% ليكون هو الرئيس الأمريكي طبعا الرئيس الولايات المتحدة الأمريكية لكن الأمور الآن اختلفت خفضت شعبية بايدن ووصلت إلى 38% بحلول شهر فبراير عام 2024 أي حتى الشهر الماضي الوضع صعب بالنسبة لبايدن مقارنة بترامب الذي لم تتغير شعبيته بين أكتوبر عام 2020 وباستفتاء للمواطنين الأمريكيين بالنسبة لنيويورك تايمز ووجدت بأن دونالد ترامب متقدم بنسبة 48% مقارنة ببايدن من خلال هذه الدراسة وبالتالي كل شيء يسير باتجاه دونالد ترامب إن تمت الانتخابات اليوم على سبيل المثال ودونالد ترامب مستمر بالفوز في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري الأمريكي على سبيل المثال هو فاز هنا في ولاية ميزوري الولايات التي ترونها هنا التي مر بها ضد كل المرشحين للحزب الجمهوري الأمريكي وعلى رأسهم طبعا نيكي هيلي نيكي هيلي لم تتمكن من الفوز بأي ولاية ضد دونالد ترامب وإن الأمور بالنسبة لدونالد ترامب كبيرة للغاية هو جمع 247 نقطة مقابل 24 نقطة لنيكي هيلي الآن بالنسبة لأي مرشح أن كانت نيكي هيلي أو دونالد ترامب هم بحاجة للوصول إلى 1215 نقطة من أجل أن يكون دونالد ترامب أو نيكي هيلي هم المرشحان طبعا أو واحد منهم هو المرشح للحزب الجمهوري الأمريكي وبالنسبة لدونالد ترامب طبعا هو الأقرب كما هو واضح والأمور ممكن أن تحصل في 72 ساعة القادمة خاصة وإننا اليوم أمام انتخابات العاصمة واشنطن هناك الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري ويوم الغد سنكون مع انتخابات في نورت داكودا وبعد ذلك سنكون أمام الثلاثاء الكبير سوبر تيوزدي 15 ولاية ستصوت ما بين نيكي هيلي ودونالد ترامب وبالتالي هذه قد تكون كافية لرؤية من سيكون هذا المرشح وكل توقعات تذهب إلى دونالد ترامب بأنه هو المرشح الرئاسي أو المرشح للحزب الجمهوري لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية ولمواجهة جو بايدن في نوفمبر وبدأ أساسا دونالد ترامب بالحديث بعد الفوز بولايتي ميزوري وكذلك آيداهو بدأ بالحديث بهذا الشكل وأرسل رسالة لجو بايدن وقال له بأنني قادم لك في نوفمبر القادم ولذلك بالنسبة لجو بايدن هو يعمل بشكل كبير الآن لتحسين صورته قدر الإمكان بتهديئة المنطقة عدم اندلاء أي حرب في المنطقة ونتحدث هنا طبعا حرب إضافية بين إسرائيل وبين حزب الله اللبناني وتحقيق هدنة في قطاع غزة لفتح الباب للمزيد من المفاوضات ولتقليل الأضرار الانتخابية التي على ما يبدو هي تؤثر كثيرا على الرئيسة الأمريكية الحالي خاصة لمواجهة شخص مثل دونالد ترامب